ده بمناسبة بقى المحل ده على مساحة 900 متر 900 خلصان في 18 يوم ما شاء الله في كم؟ 18 يوم 18 يوم إيه؟ لا لا قول الحقيقة بقى بحقيقة أنا هروح أسأل صاحب اللي بك الحقيقة معقولة 18 يوم 900 متر 900 متر 900 متر بالواجهة بكل هو محل دوريان ده كان إيه كان عالمحارة ولا كان عليك؟ كان عالمحارة جداً هل مفش أي حاجة هو العميل وأساسيات الكهرباء فيك هيتموجودة ولا؟ ولا أي حاجة ولا أساسيات الكهرباء ولا سراميك ولا أي حاجة حتى السلم يطلع دور الفوق مش موجود عملنا كل حاجة في المكان أصلي هقولك على حاجة يعني أنا مفرحش قوي بأن أنا بسلم بسرعة لأن أنا كعميل هاجي أتأكد من الفنش في كل التفاصيل هو يعني أنا أوكي أنا يعني عشان أبقى بس مكاني كمان المشاهد أنا عايزة أستلم في وقت قياسي بس في نفس الوقت أنا عندي أساسيليات مهمة جداً بالنسبالي الكهرباء السباكة الحاجات دي كلها مهمة جداً بالنسبالي إحنا العميل اللي بيحد الوقت مهم فدي الميزة بتاعتنا اللي هنقدمها للناس هو حصل له ظروف وبدأ قبل سيزون بتاعه اللي هو سيزون للناس كلها في أي حتة في مصر مهم معنا كمان سورة ثانية آه رمضان فما كانش عند وقت لو ما كناش خلصنا في التوقيت ده مهم ما كانش هيلحع سيزون بتاعه يعني قدر أقول دي أكثر مدة عملت فيها دي كور لمكان لو عملنا محلقة بك في ثلاثة أيام آه في ثلاثة أيام وكنا منزلين عارضة على البيتش خلص محلك في خمسة أيام وتعيب سورة بتعمل إيه بتعمل إيه عشان تخلص بالسرعة المذاكرة مم وأنا بدرس المكان وإيه اللي ممكن يتحط فيه بياخد شوات ويقدم فكرة طيب أنا دلوقتي لو لو كمهندس عايز يعمل زيال حدوية كده ويخلص في مدة قياسية قليلة هل لازم يبقى معايا فريق كبير جدا عشان خاطر أعرف نفس ده الموضوع مش في الفريق هو طبعا الفريق عليه سبعين في المئة طبعا بس الفكرة هتقدم في المكان إيه أنا أنا بقدم فكرة مختلفة وفي نفس الوقت الماتيريلا كوي وحاجة يعني تشدك تعجبك طبعا لحسب معلوماتي إن في حاجة اسمها ترتيب الشغل مش ترتيب الشغل ده بيتطلب عدد أيام أكتر من كده ولا إيه أنا في خبرة وطبعا إحنا عندنا موهبة اللي إحنا وإحنا في المكان نعوحاتك اللي دخلتيني المكان وأنا قاعد فيه أخلص الدزام بتاعه غير لأنا اختراعت الماتيريلا بيساعدني يعني زي المحل اللي خلص 18 يوم ده الواجهة معمولة والمكان كله مدهوم بخامة إحنا نختراعينها بحيث أن أخلص خشب تخلص حالا طيب عايزة منك حالا معلش أنا أسفل نعرف أن إحنا ما تفقناش على ده بس محتاجة منك عرض مهم جدا لكل مشاهدين سكينة معجون للبشمانس محمد يدهولنا عشان خاطر ناخد خصف على تنفيذ التشتيب أي أن كان بقى محل عقار أي حاجة لأي حاجة لازم ندبسك لازم أنا بحب أول دبس كل العمل اللي بتاتي على هوا الحاجة يعني عشان خاطر حتك قدامنا أمر الواقع قول لي بقى طبعا أول حاجة خصمة في نسبة الإشراف نسبة خصمة خمسة في المئة عشرة في المئة حاجة بتقول نسبة الخصمة هتبقى خمسة في المئة خمسة في المئة طيب خمسة في المئة من الموضوع أوكي وهيبقى فيك دول لكل بروشيكت هيتعمل أو بروشيكت هيتعمل على حسب بقى البرشيكت إن شاء الله أحدها بتشكرها جدا حقيقي